السجود ركن بإجماع العلماء وأما على الأعضاء السبعة فهو عند الحنابلة فقط وقد اختلف العلماء في السجود على الأعضاء السبعة فقيل ركن كما هو المذهب وقيل واجب كما هو المشهور عند متأخر الحنفية وقيل سنة وهو مذهب الجمهور والراجح عندنا التوسط أنه واجب من الواجبات الخلاصة أن السجود ركن بالإجماع لكن كون على السبعة الأعضاء هذا الراجح أنه واجب فمن سهى عنه سجد للسهو فما هو إذن السجود الذي هو ركن لا بد منه والسجود على الجبهة والسجود هذا ركن بالإجماع